على رغم وجود عدد من الدول الأوروبية في استطلاع للدول الأسعد في العالم نالت السعودية المرتبة الثالثة كأسعد دولة في العالم في استطلاع شارك فيه أكثر من 66 ألف شخص من 68 دولة عالمية وكشف المسح الذي أجرته وينغالوب العالمية التي استخدمت فيه مقاييس دولية كالحقوق العامة والتعليم والصحة والتقدم الاقتصادي والتفاؤل بالمستقبل والأمن أن السعوديون يأتون في المرتبة الثالثة عالميا كأسعد الشعوب بعد كولومبيا وجزر فيجي وأشارت نتائج المسح إلى أنه تم أيضا سؤال المشاركين عن الثورة المادية وحرية العقائد والاستقرار المدني وكل النتائج جاءت متقدمة لصالح المملكة عربيا وعالميا وأوضحت النتائج أيضا أن 70% من السعوديين متفائلون بمستقبل بلادهم في حين 14% غير متفائلين و15% يرون أن الوضع سيظل كما هو دون تغيير ترجمة نانسي قنقر